أبو هاشم من الشارق يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن دون تقطية رأسها و شعرها أبو هاشم من الشارق بارك الله فيك الجواب نعم ليس من شروط قراءة القرآن بالنسبة للمرأة أن تلبس لباس الصلاة ما عنده ولذلك المرأة لو كانت كاشف شعرها وجزء من بدنها مثلا أو كانت في غرفة نومها ولابس ثياب نومها يجوز لا تقرأ القرآن لذلك الله عز وجل يسر الذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ما عندنا يا أخي الفاضل أن اللي يقرأ القرآن لازم يتجه إلى القبلة يقول هذا من الآداب ما عندنا أن اللي يقرأ القرآن لازم يكون لابس ثياب الصلاة سواء كان رجل أو امرأة يعني أنت يا أبو هاشم لو أن يعني لا بس ما يسمى بس ثروار القصير الذي يظهر الفخذ يجوز تقرأ القرآن وأنت كاشف فخذك الجواب نعم يجوز يجوز بل حتى لو كان يعني كاشفا ما أريد أن أبالغ العورة المغلرة ما لا علاقة ما دام أنت ساتر نفسك بينك وفي غرفتك وما أحد يراك تقرأ القرآن الحمد لله هذا من تيسير الله عز وجل صحيح مس المصحف يحتاج إلى طهارة مس المصحف يحتاج إلى طهارة في قول الجمهور ولذلك الحمد لله بالنسبة للمرأة تقرأ القرآن على كل حال أما إذا كان عليها الحدث الأكبر أو الأصغر ما تلمس المصحف بارك الله فيك